قبل ما أخش على أرقام من هذه المواجهة أرقام مهمة كمان لمارسل كولر واحد من الأهم المدربين الأجانب الجمه في السنوات الأخيرة في الكرة المصرية عايز أتكلم عن حاجة مهمة خبر مهم جدا منذ عدة أيام تحديدا وقت مباراة مبارتية نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نحن نتحدث عن مباراة الأهلي والرجاء من الكلام عن مباراة الإياب وأيضا مباراة إياب التراجي وشبيبة القبائل كنا وقفين هنا ومباراة التراجي وشبيبة القبائل مستمرة ما كانتش لسه انتهت وقلت لحضراتكم هنا أنه في حالة سعود التراجي لنصف النهائي سيلعب مباراة أو سيلعب النادي الأهلي مباراة الزهاب مع التراجي على ملعب رادس دون جماهير التراجي بسبب أعمال شغب حصلت شغب جماهيري حصلت في مباراة التراجي وشبيبة القبائل وتوقعنا هنا بل حسمنا الأمر أن الأمور منتهية في هذا الشأن وأن الكاف سيصدر عقوبات قاسية على التراجي التونسي بحرمانه من جماهيره النهاردة وبشكل رسمي بعد عدة أيام من الخبر اللي قلنا لحضراتكم الكاف يعلن حرمان نادي التراجي التونسي من جماهيره على خلفية أحداث مباراة شبيبة القبائل لمدة أربع مباراة مقبلة أربع مباراة مقبلة يكون فيها التراجي صاحب الأرض يعني التراجي مش هيلعب بدون جماهيره فأربع مباراة متتالية في دوري أبطال أفرق ده بجانب عقوبة أخرى بحرمان التراجي من جماهيره مباراتين غير الأربعة ولكن مع إقاف التنفيذ يعني إيه؟ يعني لو تقررت أعمال الشغب بعد الإقاف باربع مباراة مباراة خلال 12 شهر تلقائياً هيتم حرمان التراجي من جماهيره في مباراتين أخرتين ده بجانب طبعاً أن فيه عقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار على نادي التراجي التونسي وضيف على ده كمان أنه فيه تهديد للتراجي في حالة تكرار أعمال الشغب ممكن يتم استبعاده من البطولات الأفريقية التي يشارك فيها الجزء الأولتر حضراتكم تأكيداً على انفراد رقم 10 إن التراجي لن يلعب بجماهيره في مباراة الأهلي في زهاب نصف نهاية دوري أبطال أفريقيا شوفوه ونرجع لكم من كلامنا التراجي وركز معايا في اللي جاي ده التراجي وركز معايا في اللي جاي ده لو زميلي صحولي حتى لما دخلت للستوديو كان التراجي متقدم على اتحاد العاصمة بهدف دون رد في رادس في تونس والتراجي كان كسب عفواً شبيبة القبائل والتراجي كان كسب شبيبة القبائل ذهاباً في الجزائر 1-0 قالوا لي دلوقتي النتيجة بقت واحد واحد قالوا لي دلوقتي النتيجة بقت واحد واحد لو سجل شبيبة القبائل هدف تاني يصعد فاضل أربع دقائق على نهاية المباراة فاضل أربع دقائق على نهاية هذه المباراة واحد واحد لو شبيبة القبائل سجل هدف تاني يصعد إلى السيمي فاينل لمواجهة النادي الأهلي حافظ التراجي على هذا التعادل يلعب مع النادي الأهلي في نصف النهائي فريق التراجي التونسي طيب في قص وفي حكاية تركز معايا فيها عشان دي نقطة مهمة جدا مش هقولك انفراد بس بسرعة عملنا سيرش وإيه وافتكرنا الواقع يعني التراجي في بطولة أفريقيا 2021 نصف النهائي أمام النادي الأهلي يا مهير التراجي قامت ببعض أعمال الشغف في هذه المباراة لو تفتكروا يعني بعدها الكاف أصدر قراراته ضد نادي التراجي وهناك عقوبة واضحة التراجي سيحرم من جماهيره في مبارتين مع إقاف التنفيذ لمدة عامين لو تقررت أحداث شغب أخرى يتم تطبيق هذه العقوبة جمالي التراجي الآن تأجلت أو تأجل بدء الشوت الثاني في مباراة شبيبة القبائل حوالي أربعين دقيقة بسبب أعمال شغب من جماهير التراجي التنسي واقعة سليمة واضحة وبالتالي تبقى لقرار الكاف من عامين تحديداً في شهر سبعة ألفين واحد وعشرين تبقى لقرار الكاف مرة أخرى اللي هو حرمان نادي التراجي من جماهيره على ملعبه لمباراتين مع إقاف التنفيذ ولو تقررت الواقع خلال عامين اللي هي أحداث الشغب يحرم التراجي من جماهيره من مباراتين تلقائية تبقى لهذه العقوبة وبالتالي لو الأهلي واجه التراجي المباراة خلاص فضلها دقيقتين وغالباً هيواجه فريق التراجي هيلعب النادي الأهلي في رادس دون جماهير التراجي مرة أخرى لو الأهلي واجه التراجي في نصف النهائي يلعب النادي الأهلي مباراة الزهاب مباراة الزهاب اللي هي هتكون يوم 12 مايو في تونس دون جماهير التراجي لابد أن يضغط الأهلي سريعاً في هذا الأمر وهي أصلا هي مش محتاجة كمان ضغط هي عقوبات معلنة ما فيهاش يزار يعني لو تسألنا أنا ما حبش أبداً أي مباراة كون من غير جماهير بس لو تسألني على مصلحة النادي الأهلي فطبعاً لما الأهلي يواجه التراجي وهو محروم من عنصر مهم جداً وهي جماهير محترمة جداً وقوية جداً جماهير التراجي فأكيد فيه أفضلية للنادي الأهلي وهو ده اللي إحنا عايزينه وهو ده اللي إحنا عايزينه إن شاء الله فدي نقطة هتفيد للنادي الأهلي كمان في نصف نهاية دورة أبطال أفراق أول ما اترجع يا جماعة بس أنا بكلم زمايلي في الكنترول أول ما اترجع المباراة تنتعي قلولي عشان نأكد على المعلومة مرة أخرى خصوة أنا عايز أقول حاجة بس مهمة جداً مهمة جداً قلتها قبل كده شخصياً وأكيد حضراتكم يعني فيش حد يحب أن تبقى المدرجات خاوية وما فيش حد يحب أنه تلعب مباراة دون جماهين فيش كلام ده جماهير الترجي فوق الراس وجماهير التونسية جماهير بالتأكيد عظيمة ومسندة رائعة إحنا هنا نتحدث عن حكم المصلحة الكراوية فقط نادي الأهلي يلعب دون جماهير الترجي في رادس أكيد هنا أفضلية للنادي الأهلي غير لما الترجي يلعب وسط جماهيره العظيمة في ملعب كبير زي ملعب رادس فهي بس حكم المصلحة الكراوية الفنية طبيعي نميل للنادي الأهلي في هذه المصلحة طيب